هنروح لأخبارنا نبتدي بكرة اليد مدير الفني لفريق منتخب كرة اليد استدعى سبع لعبين من النادي الأهلي عشان طبعا يقن ياخدوا مبرايتين مع البرازيل مستر روبرتو جاريسي المدير الفني مين السبع اللي شاركوا مع المنتخب عبد الرحمن حمايد مصطفى خليل أمر خالد كستل ومحصر رمضان أحمد عدل إبراهيم المصري أحمد هشام سيسا والمنتخب كانت وقت استغل التوقف الدولي طبعا زي ما حدتكم عارفين كرة القدم بيعمل توقف دولي على عالم كله والمنتخبات تستدعى لعبتها تبقى تلعب مبارات ودية استعدادا لبطولاتهم الإقليمية أو البطولات الدولية طبعا وعمل مطشين مع البرازيل وقدرنا نفوس بهم والحمد لله كان تجربة نكحة اللعبات الدولية دول انضموا طبعا الفريق الأول عندنا في النادي الأهلي اللي بيخود تجربة صعبة عندنا أمور صعبة شوية أو وضع صعب ولكن رجال النادي الأهلي دائما أبدا بيكون قدر المسئولية حدرتكم طبيعته طبعا كابتن ياسر لبيب تولى مسئولية رئاسة الجهاز وتشكيل الجهاز واستعان كمدير فني بالكابتن أحمد سالم وبدأوا يشتغلوا ونضم السبع لعبات دوليين للفريق عندنا آخر الشهر 29.30.31 عندنا تلات مباريات قوية لو فريق كرة اليد استطاع أن هو يفوس بيهم أو يفوس بيهم هنتوك ببطل المحترفين الموضوع مش بعيد تلات مطشات مطش سبورتنج مطش طلاعي الجيش مطش الزمالك تلات مباريات وتوج ببطولة موضوع مش صعب رجالتنا أدها إن شاء الله ويا رب يوفق الجهاز الفني الجديد الجي خالفة لكابتن طاري محروس لتمنى له كل الخير وهو ده النادي الأهلي ولاده طبعا موجودين في أي مكان وفي أي زمان لخدمة النادي الأهلي ترجمة نانسي قنقر